اتصالات بين واشنطن ودول أوروبية للتباحث في ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2401 تبين مدى هشاشة القرار الأممي على الأرض وعدم الالتزام به بالرغم من إقراره بإجماع الأعضاء الخمسة عشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشرة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي اتفقا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لوقف إطلاق النار ثلاثين يوما في سوريا على الفور وقال متحدث باسم ميركل اتفق الاثنان على ضرورة التزام النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين بالتطبيق الفوري والكامل للقرار الأممي وأضاف المتحدث شتيفن زيبرت في بيان أن الجانبان عبر عن قلقهما إزاء تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة بشأن تطوير أسلحة وتأثيرها السلبي على الجهود الدولية للحد من التسلح قصر الأليزيه بدوره أعلن في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظره دونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية اتفقا من خلالها على ضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية وإتاحة المجال لدخول المساعدات الإنسانية للغوطة الشرقية وإجلاء الجرحة وقال البيان إن الزعيمين اتفقا على ضرورة أن تمارس روسيا أقصى ضغط بشكل لا لبس فيه على النظام في دمشق للالتزام بوقف إطلاق النار وشدد الرئيس الفرنسي أيضا على أن فرنسا سترد بقوة إذا تبين أن أسلحة كيميائية أدت إلى قتل مدنيين في سوريا الوضع الميداني في سوريا إذن يسير نحو التصعيد مع إصرار التركيا على أن القرار لا يشمل عفرين والدعم الروسي القوي للنظام في العمليات المستمرة على الغوطة وفي ظل غياب آليات مراقبة دولية لمراقبة الهدنة تصبح مصير الهدنة كغيرها من القرارات رهنا بالمصالح الدولية والإقليمية